اكثر فتاة مشعلة بالعالم افادت بذلك صحيفة المترو وذكرت ان الفتاة من سكان بانكوك عاصمة تايلاندا وهي تعاني منذ الطفولة من مرض نادر متلازمة ابرامز المعروف ايضا باسم فرط الشعر او متلازمة المستذئف لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس وتجدر الاشارة الى انه منذ العصور الوسطى كان معروفا وجود خمسين مريضا فقط من هذا النوع ويعاني المصابون بهذا النوع من نمو الشعر بشكل مفرط في جميع انحاء الجسم ما عدا داخل الكفين واسفل القدم بفترة من الوقت اوقفت سباتنا سوسوثان محاولة التخلص من الشعر ولكن بعد زواجها اخذت تحلق شعرها وتقول الفتاة مغازلة زوجه انت ليس فقط اول رجل في حياته بل وحب عمري كله اذا اعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ومشاركته مع الاصدقاء لنستمر في عرض المزيد ان شاء الله